إلى قطاع التربية نعم تعتبر الطاقة الشمسية بديل العداد الكهربائي في عدد من المؤسسات التربوية هذا المشروع الذي حتما سيوفر أعباء كثيرة على المدرسة السيما وأنها تنفق ما يقارب حوالي 70 مليون سنتيم على فواتير الكهرباء سنويا تفاصيل الموضوع معها جرزليلف تعاني أغلب المؤسسات التربوية من مشكل تسديد فواتير الكهرباء والغاز والتي تخصص لها نسبة 40% من الميزانية العامة للتسيير لكن في بعض الأحيان تقع المدرسة في مشكل الديون بسبب الاستهلاك الذي تجاوز المبلغ المخصص للفواتير نأخذ مثال وهي مؤسسة فيها 150 مليون كميزانية للتسيير فهذه المبلغ الذي قلنا عليه أنه يجب أن يكون 40% على الأقل من ميزانية المؤسسة يعني حوالي 60 مليون فهي لا تغطي احتياجات مؤسسة التي فيها مثلا نظام داخلي أو فيها أجهزة تسير بالكهرباء التدفئة خاصة في المناطق الجبلية عادة تدفق الفواتير لمدة سنة تدفق 70 مليون كمعدل مؤسسة أو مؤسسة ذات استهلاك متوسط يعني من تكلمش بصفة عامة تصل إلى 70 مليون كماء وكهرباء وغاز اليوم وفي إطار ترشيد النفقات دخلت الطاقة الشمسية حيز التطبيق في المؤسسة التربوية والعينا من هنا في هذه المؤسسة المتواجدة بولاية البوليدة وهي مؤسسات دعمت بالتجهيزات الجديدة مثل مدرسة الابتدائية لكف الحمان بالطاقة الشمسية وهذا برنامج أيضا برنامج وزارة الداخلية لوضع طاقة الشمسية في كل مدرسة ابتدائية منشأة جديدا وهذا المشروع عسالي المفروح نبدأ عسالي المفعول نبدأ هنا في مدرسة بن بول عيد ثم قف الحلاء حمان وستتعمم على كل مدرسة الجديدة هذه الطريقة لإنارة بالطاقة الشمسية وهذا تدخل أيضا في ترشيد النفقات الطاقة الشمسية بديل العدد الكهربائي في المدرسة الجزائرية هو مشروع سيعمم في المؤسسات التربوية الجديدة حسب وزارة الداخلية لتوفير أعباء فواتير الكهرباء ترجمة نانسي قنقر